نهم أول الطرق إلى العاصمة صنعاء أو ربما بات أقصرها حيث يضيق الخناق على الميليشيا في هذه المديرية من يوم إلى آخر لكأن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هنا باتوا أكثر قربا من تحقيق أهدافهم التي يسعون إليها والتي تتمثل بتخليص العاصمة صنعاء من قبضة الجماعة الإنقلابية ثمانية أشهر تطلب الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اجتياز كل هذه المسافة بين مأربة وصنعاء للوصول إلى هنا حيث حقق تقدما بالغ الأهمية بحسب مراقبين واستعاد في الطريق مواقع عديدة حيث دارت المعارك بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وبين الميليشيا من جهة أخرى سقط خلالها قتلى من الطرفين بينما تحدث الجيش أنه غنم أسلحة وعتادا عسكريا كبير مؤخرا أربعة مواقع جديدة هي المرخام وبزخ وقرو ومواقع في منطقة آل حميد تضاف إلى رصيد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في هذه المديرية حيث أعلنوا سيطرتهم على هذه المواقع بعد صد هجوم حاولت الميليشيا تنفيذه خلال الساعات الماضية وسقط نحو ثمانية قتلى من عناصر الميليشيا فيما جرح اثنان من المقاومة الشعبية يجري القتال في نهم بشكل متقطع منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار منتصف الشهر الماضي لكنه بحسب ما شهد من خروقات يدخل دائرة التعريف الهش ومعه يمكن الحديث عن غياب الاتفاق عن واحدة من أهم جبهات الحرب وهي مديرية نهم التي استمرت الميليشيا فيها تهاجم مواقعا للجيش لا تعد نهم مجرد بوابة شمالية للعاصمة صنعاء فقط بل أيضا حائط الصد الأول لها كما عرفت منذ نظام الرئيس المخلوع الذي حولها إلى ما يشبه المنطقة العسكرية الكبيرة لوجود معسكر الفرض أكبر معسكرات العاصمة صنعاء التابع للحرس الجمهوري الذي استعاده الجيش الوطني قبل حوالي أربعة أشهر من الآن ترجمة نانسي قنقر